تنظم الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة برنامجا تدريبيا لطلاب وطالبات الجامعات ضمن برنامج فاليو وذلك من أجل سقل مهارات التخاطب للطلاب وإكسابهم القدرة على التواصل مع المجتمع والتعريف بالنفس يعد برنامج فاليو برنامجا تفاعليا تقدمه مؤسسة حياة كريمة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لطلاب وطالبات الجامعات المصرية المختلفة اخذنا المحاضرة عن تسويس زر وده كان يعني حاجة كويسة ان يكون موجود هنا وانا احاول يعني اطوع كلها الكلمة واستفاد منها في ان الحاجة دي تفيد من المجتمع وتفيدني على المدرس شغلي وخصوصا ان انا موجود في مقصد حاجة كريمة ومن اولويات دور يعني ان هو ان اتواصل بشكل فعال مع الناس اعرفوا شكلهم المحاضرات هنا اكيد هتعود بالفايد عليها ايه الشرف ان انا بقى في حياة كريمة في اساس حياة كريمة في الاكاديمية الوطنية تعلمت ان ان امبارح من ايه من امبارح لعملية التواصل ازاي مع المجتمع ازاي اه وصلت من عملية التان مية ونتعامل مع الناس بشكل كويس ووصل لهم المعلومات اللي انا استفادتها من الاكاديمية تعلمنا ان احنا ازاي نتضع قيادات صالحة وازاي ان احنا اساسا نوفر لنافسنا العوامل اللي تخلينا نساعد للمجتمع ازاي يكون شخصية مؤثلة، إزاي أسوأ لنفسي وإزاي إن أنا أخدم المجتمع بتاعي بأفضل شكل ممكن. هتفيدني أوف مجالي. الفوق بتاعنا ثلاث سيام تدريب. مبارح قدنا كوميكيشن سكيلز إزاي ننميها فينا وإزاي تفيدلي فرحاتنا. وبصراحة هتفيدني أوف مؤسسة حي كريمة كمان إن أنا أقدر أتعامل عادي مع طبقات مختلفة وأواصلهم رسالة حي كريمة بطريقة صحة. بالنسبة للنهاردة تطويري الزات، إزاي تعالون الزاتي، إزاي أعمل أصلا موركسين نفسي، إزاي إتفادني في شغلي وتوصلني ليه بالأعلى من لنا فيه. وخدنا محضرة عن البرزنتيشن، وزاي نتعامل مع المنهور، ونبقى عندنا أسكة بالنفس وحنا نتكلم ونبقى عارفين نتعامل كويس. ونهاردة خدنا محضرة عن تسويق الزات، وزاي نعرف نوظف صلوكنا مع الناس، وزاي نعرف نحترم مرأة بعضة برضو. مجموعة التدريبات اللي بتتم حالياً في الأكدامية الوطنية للتدريب لبرنامج Valium الخاص بحياة كريمة للشباب على مستوى جمهورية مصر العربية، أعتقد أنها يحتبى من أهم المعارف اللي بتدخل للشباب في الوقت الحالي لقطاع عريض جداً من الشباب. ليه هي من الأهم؟ لأن الشباب دول بيتم التركيز على مهاراتهم في العمل التطوعي، بيتم التركيز على مهاراتهم في تسويق مهاراتهم الجيدة في وسط المجتمعات اللي هم موجودين فيها. ترجمة نانسي قنقر